لانه المصريين جميعا الان مسئولين مسئولين وعليهم واجب مثلا فيما يتعلق بحصيلة مصر الدولاري هتقولي ازاي اقولك انه بكرة بكرة الاثنين شركة مصر لتأمينات الحياة شركة مصر لتأمينات الحياة دي تبعة لشركة مصر الابضل التأمينات بالاشتراك مع البنك الاهلي المصري هيعملوا ايه هيعلنوا عن وسيق التأمين بالدولار للمصريين في الخارج الوسيقى دي ايه ظروفها قالك انه اي واحد في الخارج يقدر من خلال هذه الوسيقى بحد ادنى 500 دولار وبحد اقصى 10 تلاف دولار بتتضمن دفع قصة وحيد قصة وحيد حد ادنى 500 دولار وحد اقصى 10 تلاف دولار بالاضافة لرسوم الاسدار وقالك كمان الوسيقى دي هيحصل فيها ايه هيحصل انه ممكن دفع قيمة القصة الوحيد ده بالتأسيد اللي هو ايه 50 دولار كل شهر طيب هنا في طرفين الطرف الاول المواطن المصري المغترب اللي موجود في الخارج هيستفيد ايه هيستفيد هذا المواطن انه عندما يبلغ سن الاستحقاق بعد الستين يقدر يحصل على معاش بيه تلات طرق اما انه يحصل على هذا المعاش دفع واحدة او يحصل على هذا المعاش دفعات شهرية على مدة 10 سنين او دفعات شهرية لمدة 15 سنين يبقى هنا ايه المواطن انتو عارفين انه صدر قبل كده وسائق تأمين للمصريين في الخارج مثلا عشان تأمين لو في نقل الجسمان لو فيه لكن دي وسيقة وسيقة لها وضع مختلف انك بتدفع قصة وحيد حد ادنى 500 دولار وحد بحد اقصى 10 تلاف دولار وبتاخد عند سن الاستحقاق اما مبلغ على بعضه او مبلغ اقصات على 10 سنين او مبلغ اقصات على 15 سنين طيب يبقى احنا هنا بنتكلم في ايه بنتكلم فيه وسيقة بتطرع هنا الناس بقى اللي بتقعد تتغنى بالوطن وبحب الوطن انت عندك مشكلة احنا عندنا مشكلة متعرضين لها في الحصيلة الدولارية الدولة بتبزل مجهود كبير عشان توفر الدولار عشان تشتري به هذا الدولار السلع الاساسية بتاعتك تستورد السلع الاساسية بتاعتك طب اذا كان عندي مساحة هنا الدولة مش بتشهت مني لا ده الدولة بتتعامل بيه علاقة نفعية واضحة جدا يعني علاقة انه انا هنفعك وهستنفع منه انت هتعمل هذه الوسيقة بتاعت الدولارية دي التأمين يعني فانت الدولار ده هيخش البلد البلد هتقدر عندها دولارة تقدر تشتغل وانت في سن الاستحقاق هتاخد المعاش بتاعت وضعه 1-2-3 او بطريقة من الثلاث طرق اللي احنا قلناه هنا الدافع الدافع اللي انا كنت بتكلم عنه انه اي مشكلة لازم نتصدوها احنا كلنا الدافع ده هو اللي ممكن يخلي ناس او يحفز الناس انها تشترك في هذا في هذه الوسيقة او تقبل على هذه الوسيقة هنا الدولة زي ما بقول لحضراتكم احنا الناس يقول لك يا هك شفتوا عم الدولة راح تشحت لا الدولة بتشحتش الدولة بتعمل نظام بتعمل افكار من ناحية بتزود حصلتها الدولارية ومن ناحية بتفيد الناس انا عايز اقول لحضراتكم انا انا توقفت والله عندي يعني مواطنة مصرية كتبت على حسابها على تويتر كتبت كلام خلينا نتوقف عنده ممكن ما نبقاش يعني متوفقين معها اوي في المضمون في المحتوى بس بتعبر عن روح مواطنة مصرية قالت ايه اسمها نجوة نجوة ايجبت بتقول عاوزة اقول اقتراح ايه الاقتراح يا ستة الكل قالت انا كشخص مخترب مستعدة اني اتبرع بجزء من راتبي شهريا لمصر كويس يعني هنا مواطنة حاسة بان فيه مشكلة ما قالت لك انا مستعدة كمختربة اتبرع بجزء من المرتب بتاعي المصر وبتقول ان فيه عشرة مليون مخترب لو نصهم لو نصهم لو خمسة مليون يعني تبرعوا شهريا بمئة دولار يعني خمسمائة مليون دولار شهريا وحتى لو ربعهم فهذا يعني متين وخمسين مليون دولار شهريا في اتناشر شهر يعني حوالي اربعة مليار دولار في السنة وبتقول اعتقد فيه مصريين كتير مختربين مستعدين واترك كل واحد يتبرع واترك كل واحد يتبرع بليقدر عليهم هنا مبادرة 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 شخصية يعني حد كتب فكرة بتقول والله احنا عندنا عشرة عشرة مليون مخترب لو كل مخترب من دول دفع مئة دولار في الشهر كتبرع لمصر انت لو بتتكلم على العشرة مليون دول فانت بتتكلم على مليار دولار في الشهر قالت لا مش العشرة مليون قول خمسة مليون يعني قول ان فيه خمسة مليون مخترب ممكن ما يكونش متاح ليهم يتبرعوا بالمئة دولار تمام قالت لك لا كمان لو ربعهم يعني اتنين ونص مليون مصري مقترب في الخارج لو هيتبرع بمئة دولار فانت بتتكلم هنا عن ميتين وخمسين مليون دولار في الشهر في الاثناشر شهر يوصلوا اربعة مليار دولار الحس ده الحس ده بيطلع لما يبقى المواطن شايف فعلا انه البلد محتاجاه وانه يقدر يساهم بايه بجزء غير محسوس يعني هو ممكن يكون ناس الاثنين ونص مليون المخترب المصري دول وانا واحد يطلع يقولك يعني هو المصريين اللي برا دول شافوا ايه وخدوا ايه وعملوا ايه لا ما بتتحسبش كده احنا بنتكلمش هنا عن مصريين في الخارج لا في الداخل لانه في مصريين بتبرعوا ليه سواء ليه تحية مصر او بتبرعوا ليه الجمعيات الاهلية اللي بتعمل شغل كويس جدا لكن دي فكرة تأكد علينا واقوله لما تبقى فيه مشكلة لما تبقى فيه مشكلة المشكلة دي لازم الجميع يتصدى ليه ليه بقى لانه في مقابل ده يعني في مقابل الدولة اللي بتعمل فكرة عشان تزود الحصيلة الدولارية لانه هو ببساطة ببساطة احنا عندنا مشكلة في الدولار احنا عندنا مشكلة فيه توفر العملة الصعب عندنا مشكلة يعني هنا بكل الحسابات الاقتصادية وانا ما اعترام الشديد لكل المناظرين في الاقتصاد يعني اسد زيتنا وحبيبنا لكن في الاخر انت عندك مشكلة فيه الدولار طيب الدولة بتقعد بقى تعمل افكار زي الفكرة اللي هي معمولة دي بتاعت شركة التأمين على الحياة كويس شركة المصر لتأمينات الحياة وفيه اقتراح انا بتمنى انه هذا الاقتراح اللي بتقوله هذه المواطنة المصرية يلقى يلقى استجابة لدى المصرين المقتربين في الخارج اللي هو ايه اللي يقدر وعايز ما قوله انه انت فيه ناس كتير تقدر ومش عايز يقولك انه مالي